اهلا بحضراتكم بينما تتجه انظار العالم الى جرائم الابادة الجماعية والمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة عمدت اسرائيل على الالتفاف على الرأي العام الدولي عن طريق تشويه وكالة الانروع وطالبت حلفائها بوقف تمويل الوكالة لتورط موظفيها في احداث السابع من اكتوبر وعلى الرغم من محاولات تلك الدول اظهار تبنيها وجهة نظر معتدلة لسيما في الآونة الاخيرة تحت وطأة ضغط الشعوب على الحكومات الغربية الا انها وبمجرد اعلان الدعوة الاسرائيلية حول مقاطعة الانروع هارعت تلك الدول لاعلانها وقف التمويل عن الوكالة التي تحمل على عتقها مسئولية توفير مقومات الحياة لاكثر من مليوني مواطن فلسطيني تقطعت بهم الاوصال والسبل لم يتبقى لهم عملا او نافذة توفر قوت يومهم في مقدمة تلك الدول جاءت الولايات المتحدة الامريكية التي اعلنت وقف تمويل وكالة اونروع ومن خلف واشنطن توالت اعلانات مماثلة فقد اعلنت كندا واستراليا وايطاليا وبريطانيا وفنلندا وفرنسا بالاضافة الى هولندا والمانيا وسويسرا تعليق تمويلها للانروع اثر الاتهامات الصادرة عن السلطات الاسرائيلية دون ناظر او تدقيق حول تلك الاتهامات الكيدية والتي استهدفت الفلسطينيين حملة اسرائيلية بهدف ضرب وكالة اونروع هكذا وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا الدعوة الاسرائيلية مشيرا الى ان وقف تمويل الوكالة هو امر خطير للغاية ويجب التراجع عنه فيما وصف فالب لازاريني المفوض العام للانروع قرار هذه الدول التي علقت تمويلها للوكالة بانه صادم دعيا اياها الى العدول عنه كما اكد ان تلك القرارات تهدد العمل الانساني الجاري في قطاع غزة الرد المصري الحاسم حول ازمة تمويل اونروع جاء سريعا ومكملا لموقف القاهرة الذي يدعم القضية الفلسطينية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي حيث اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي للامين العام للامم المتحدة انتونيو جوتيريش ضرورة استمرار تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى تتمكن من اداء دورها الانساني في انقاذ الفلسطينيين وفي غضون ذلك اعرب مجلس الامن الدولي عن قلقه بشأن الوضع شديد التدهور في غزة كما دعا الى ضرورة زيادة المساعدات الانسانية لقطاع غزة باقصى سرعة ممكنة فيما اكدت منصقة الامم المتحدة للشؤون الانسانية واعادة الاعمار بشأن غزة انه من الضروري الاقرار بالدور المحوري الذي تلعبه الاونروا في تسليم المساعدات الانسانية في قطاع غزة ليس ذلك فحسب بل شددت المسؤولة الاممية على انه لا بديل عن دور وكالة اونروا في قطاع غزة وفي الوقت الذي تشهد فيه غزة كارثة انسانية اعربت 21 منظمة غير حكومية دولية عن استياءها من اعلان عدد من الدول تعليق تمويلها لوكالة اونروا مؤكدة ان الوكالة هي المزودة الرئيسية للمساعدات في غزة والمنطقة كما شددت على ان وقف التمويل سيؤثر على المساعدات الاساسية لاكثر من مليوني مدني اكثر من نصفهم من الاطفال وجميعهم يعتمدون على مساعدتها مشاهدينا كان هذا عرضا حول ازمة تمويل منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا شكرا لكم على طيب المتابعة